السلام عليكم اهلا وسهلا بكم سعيدة بلقياكم مرة اخرى على قناة سعاد تيبي كنشكركم جزيل الشكر على حس المتابعة الله يحفظكم والله يجازيكم عني بألف خير اليوم ان شاء الله غدي نتقسم معكم حلوة اللي زوينا بزاف بزاف الديدة كتر ما كتصوروا شيشة كتدف الفم دوابان ان شاء الله عمرها ما تخطاكم غدي تنفعكم بزاف لكم والوليداتكم فكت بقزوينة غنية ما فيهاش البيض ما فيهاش الزبدة ما فيهاش الخاميرا فكنتمنى ان شاء الله تبعوها معايا تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير غدي نبقوا مع بعض التحضيرات الاولى للوصفة وهنا غدي نهدر مع الاخوات اللي كيسكنوا في اسبانيا او الاخوات اللي ما كيسكنوش في اسبانيا وعندكم العائلة في اسبانيا كنتمنى تصفتوا اليوم هاد الفيديو يقدرو يستفدوا منو وهكا نكونو سباب الرزق ديال اشخاص اخرى اللي معنا واحد كيفيد اخر والكمال على الله سبحانه وتعالى فاخواتي كنا واحد شركة اللي معروفة ومعروفة عالميا في المغرب وايضا في اسبانيا ولكن في اسبانيا ما شاء الله يعني العديد من الاخوات وصلوا الاشياء اللي كتيرة بزاف بزاف فهات الشركة هادي هي شركة اوريفلم توصلت معايا السيدة شيماء ما شاء الله من اضيب خلق الله بغت ابنات يخدموا معاها وتشد بيديهم حتى يوصلوا لقاعدك شي اللي كيتمنوا فهذا الخدمة هادي ما كتقتصر شي على ابنات بوحدتهم او لعيالات او لرجال فاللي عنده الوقت وعنده التليفون فيخدم معاها الأخت شيماء فمعاها شيماء ان شاء الله غادي توصلوا لقاعدك شي اللي كتطمحوا ليه ولدك شي اللي كتمنوا فالرقم ديالأخت شيماء هو اللي خليتوليكم مكتوب على الشاشة نخليه لكم ان شاء الله الناس اللي مهتمين هنخليهم مكتوب في صندوق الوصف وفي ايضا في اول تعليق ومتأكدا ان شاء الله تعاموا مع الاخت شيماء غادي يعجبكم بزاف ومتأكدة ان هي غادي تشد بيديكم من الاول حتى توصلوا ان شاء الله لقاعدك شي اللي كتطمحوا ليه غير زعموا ان شاء الله ما غادي تخسروا حتى شي حاجة وناس بزاف بزاف وصلوا لعباس ووصلوا لقاعدك شي اللي كيطمحوا ليه فكان الناس اللي في اسبانيا ما يضيعوش هاد الفرصة ويجربوا لحد ديالهم وان شاء الله متأكدة انكم غادي تخسروا ان شاء الله لقاعدك شي اللي كتطمحوا ليه وفعلا كنعرف اخوات كتار في اسبانيا ان يوصلوا لواحد الاشياء اللي كتيرة في وقت اللي قياسي فالله يسهل على كل واحد والله يحقق لكل واحد المبتغد يالو وسمحوا لي اذا طولت عليكم فبسم الله وعلى بركة الله التحضيرات الاولى اللي عملنا للوصفة فكيف شفتوا معي طحنت نصف كأس من الزبيب اي العنب المجفف كأس الا ربع من اللوز وكأسين من الكوكاو او الفول السوداني بالنسبة للكمية ممكن تطعفوا فهدو هما المكسرات اللي غادي نضيفوا ان شاء الله في الحلوة ديالنا باش هكا تصبحوا حد الحلوة غنية وزوينة بزاف في قصرية او في اي إناء غادي نوضعوا 300 ميليلتر من الزيت فبنسبة لحلوة ديالنا غير الزيت باش غادي يعني الزيت هو المكوين الواحد لي غادي يكون سائل زلافة واحدة كتعدل لنا جوش كؤوس اي 300 ميليلتر غادي نوضع السكر السقيل او القلاسي ما يعادل 3 ديال المعالغ تقريبا نصف كأس وفي شوية اذا عبرت بالغرام تقريبا 41 غرام كمية اللي تبقت لي ديال السكر غادي نخليها ان شاء الله للتزيين فالاغلبية كيزيدوا يعني كمية السكر اللي عندي في زلافة يعني كتكون في الوصفة زلافة كل ها ديال السكر فانا حاولت نقص من الحلاوة ديال السكر وزيت الزبيب فالزبيب كيعطي الحلاوة وكيعطي مدق اللي يزوين والحلوة ديالنا كتجيهية هاديك غادي نخلط بشكل جيد السكر مع الزيت بالنسبة للسكر إذا عندكم سكر الخاشن تحنوه في الطحن واحد شوية بشي يصبحها كفودرة المكسرات ديالنا غادي نضيفهم فضيفت نصف كأس من العينب المجفف او الزبيب اللي تحنتو جوشكو قوس ديال الفول السوداني او الكوكو اللي محمر ومطحون كان طحنوه بشكل جيد ويدا عندكم مطحنة كتطحن مزيان فطحنو حتي صباح معالك كل ما التطحن كي كنحصلو على نتيجة زوينة في الوصفة غادي نوضع تقريبا زلفة ديال الدقيق فالدقيق غادي نضيف في الاول ومباقي غادي نزيدو نضيفوه تدريجيا شوية بشوية وغادي نضيفوه كأس الا ربع من اللوز ايضا اللي محمر ومطحون ومعالقة صغيرة من القرفة فالقرفة كتعطي واحد المدق كي يهبل وحد المدق لي زوين بزاف 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 فانا وضعت ملعقة صغيرة مملوئة بشكل جيد صدقوني مكديش بيناني هايان وكدي زوينة بزاف بعد ما ضيفت المكونات غادي نبدأ نجمع باليد ديالي اذا عندكم العجانة بغيتو تعجنو بها الحلوة فاركبوا الموس ديال او الراس ديال الحلوة وجمعوا به كتجمعها من دك الشي الرفيع غادي نجمع في الاول المكسرات مع الزيت مع السكر اللي خلطنا مع الكمية ديال الدقيق اللي ضيفت وغادي نستمر كنضيف الدقيق تدريجيا ما تضيفوش دقيق مرة واحدة كنضيفو في الاول وكنبقوا هكا غادي وكنضيفو غادي وكنضيفو فبالنسبة للدقيق فان شاء الله الحلوة غادي تهز لنا او ترفض لنا جوجز لايف ونصف تقريبا اربعة ديال الكقوس ونصف للمجموع اه 450 غرام فبالنسبة للدقيق بل القوام ديال الحلوة خصو يكون شوية جمع راسو الحلوة كتبقى هي هي مكتزيتشي فقط كتسيح واحد شوية كنستمر بالاضافة ديال الكيمية ديال الدقيق تدريجيا فبالنسبة دائما ردوا البال مع الكيمية ديال الدقيق فممكن يعني الحلوات ترفض لكم اقل او اكتر بقليل فركزوا دائما على القوام ديال الحلوة وللقوام ديال العجينة كيف كيكون باش هكا ان شاء الله يعني تحصلوا عليه لان النوعية ديال الدقيق كتختلف من النوعية الى اخرى هاد الحلوة هادي غير خدموها مزيان بالكف ديالكم كل ما خدمتوها كتطلق راسها مزيان وكترفض لكم الكمية ديال الدقيق اكتر فهدا هو القوام الحلوة كتكون جامعة راسها ولكن ما تفوتوش فيها الدقيق باش ما تبقاش تهرس ليكم اولا يعني تهرس وتفتت يعني كتحصلوا على واحد القوام بحال هات الشكل فنتمنى يكون واضح لكم في الصورة صمت العاجين على اثنان اوجوج وغادي ناخد الورق ونطلق عليه فما غاديش نطلق بالمطلق غير باليد ديالي الحلوة خليوها غليضة بالنسبة انا خليتها بالصمك ديال سنتيم باش هكا الحلوة كتجي زوينة وكتجي عالية ممكن تخليوها عالية اكتر كل ما كتعالية كتجي بكل صراحة زوينة بالنسبة ايلا ما عندكمش الورق ممكن يعني تطلقوها من فوق البلاستيك ايضا باش هكا يسهل عليكم تحيدوها من بعد ما تطبعوها بالكاس فكيف شفتو طبعت الحلوة بالكاس ما تطبعتها لاب مرشيم لوالو وهذا هو السمك اللي تكون به الحلوة بالنسبة للكاس بغيتو قياسة صغيرين طبعو بكاس صغير قياسة كبار طبعو هكا بكاس كبير خديت اللاطة لدخل الفرن فرش فيها الورق اذا ما فرش فيها الورق ضروري تدهنوها بالزيت وترشوها بالدقيق او تدهنوها بالزبدة وترشوها بالدقيق باش هكا الحلوة ما تلسقش واذا كالورق فغدي تتهنى وما غدي تلسق لكم الحلوة لوالو كنبقا نهز الحلوة ضروري تهزوها كبواسطة زكين او ستاتيلا باش كتتهز مقادة وكونو حاضرين بهذا الحلوة كتكون الشيشة بزاف بزاف يعني ترفضوها غير بشوية وبالنسبة الحلوة واحد الملاحظة اللي مهم ما ونسيت ما ذكرتهاش اللي ما بغاش يدير الدقيق الابيض فغدي ياخد دقيق القمح يغربلو جيدا من خالة يعني يتغربل بشكل جيد حتى تحصلو على البودرة ديال دقيق القمح الكامل يعني غير الدقيق ديالو وغدي تديروه في الوصفة كتجي ايضا واحد الحلوة اللي زوينة صحية يعني تكون صحية اكتر وشيشة اللي هاشا شبلة ما نهدار لكم كتجيه شيشة بزاف غير هو الدقيق تغربلوه جيدا من الخالة اللي كتكون فيه فاستمريت بنفس الشكل ما كان نرش لها دقيق لاوالو فاش نبغي نطلق الا الكاسي دا الشتوه غادي يلسق لكم في الحلوة دو وزوه في الدقيق او المرشم ماشي بالضرورة تطبعو بالكاسي دا عندكم المرشم تطبعو به البقية ديال العجنة اللي كتبقى كنعاودها كنجمعها بنفس الشكل ونطلقها بنسبة لكمية ديال الخالة اللي اعطيتكم كتخرج لنا هاد اللاطة ديال الحلوة العدد الحبات 28 حبا بحجم ما شاء الله كبير فهذا الشكل الحلوة ديالنا قبل ما ندخلوها للفرن فغندخلها للفرن اللي مشعول من قبل واحد شوية غير يكون دافي مشعول غير من الاسفل حتى كتشد راسها وكنشعولوا عليها شوية من على الوجه وكيكون هذا الشكل ديال الحلوة بعد ما كنخرجوها من الفرن فكتبقى تقريبا محافظة على الشكل ديالها كتشح غير واحد شوية من بعد ما تجبدوها من الفرن ما تقربوهاش نهائيا اما طفيو عليها الفرن وخليوها حتى تبرد بشكل تام او خرجوها من الفرن وحطوها على جهنب حتى تبرد باش لان هي كتكون هشي شيدا هي سخونة وقربتوا منها فكونوا متأكلين غادي تهرس لكم في يداكم حيث هشي شك تر ما كتصورو خديت سكر سقل اللي بقالية اللي خليت من الاول وغادي نرش الوجه بهات الشكل فاذا بغيتو تجيكم حليل وفندوها يعني دووزوها كل في الحلوة واذا بغيتو يعني تجيكم غير موحد جيها اللي هكا مرشوشة بالسكر غادي ترشو لها غي على الوجه كما عملت انا عندكم يعني طريقة اخرى تزينو بها هي تدووزوهم في الشكلات هكا تغرصو فيهم قرقا عولة لوزة ايضا كتجي زوينة انا يعني كي يجبني هكا نعمل لغي سكر غلاسي او سكر سقيل او سكر بودرة كي يبقى هكا الشكل ديالا زوين واقتصادي حلوة ديالا كتجي علها تشك كتجي هشي شا بزف وكتر ما كتصورو يعني كتدوب في اليد كتحسو بي هكا يعني كتدوب هشي شا بزف بزف وصدقوني غادي تعجبكم بزف 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 زوينة اقتصادية يعني وخاع منا فيها مكسرة يعني بشي واحد الكمية اللي كتيرة وكتحط لينا ما شاء الله والديدة بزف بزف وغنية وصدقوني غادي تعجب الاطفال بزف بزف فكينا طريقة هكا اللي بغيتوا تعطيوها لوليداتكم او تدروها معكم في خريجة بش تحتفظو بيها او لو تعطيوها لهم هكا وتبقى محافظة على الشكل ديالها اما تخدوه سلوفا وهكا تضعو فيه الحليوة وتغلفو عليها بالسلوفا او تشروو ديك الشاصي اللي كان عملو فيه هكا الحليوات في المناسبات كيكون غير صغورين ادوك زوينين ايضا هكا تعملو فيهم هاد الحليوة ولكن السلوفا هو اللي كيبقى متوفر لهذا قدمتو لكم فكينا جمعهم بهات الشكل ويضعتهم لوليداتكم في كل مرة كتعطيهم هكا وحيدة ولا جوج فصدقوني غادي تعجبوهم بزف بزف وكي تبقى حليو اللي غنية وصحية وزوينة فكنتمنى ان شاء الله هاد الاقتراح يكون اعجبكم عاود نذكر الاخوات اللي في اسبانيا وبغاو يخدمو يتواصلو مع الاخت شايماء فرقم الهاتف غادي نخليه لكم اول تعليق وايضا الصندوق الوصف وهو اللي خليته لكم مكتوب على الشاشة فكنتمنى ان شاء الله ربي سهل على الجامع كنتمنى لكم دائما وابدا دوام الصحة والعافية شكرا لكم على حسن المتابعة الله يحفظكم والله يجازيكم طلوا لي فرسكم دمتم في رعاية الرحمن مع السلامة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة